أحمد ويحيى اسم شغل الجزائريين على مدار سنوات طويلة سواء في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال أو في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الرجل الذي جسد صورة النظام أو بؤس النظام في أحلك حالاته هذا الرجل الذي خرج من اللاشيء وصار كل شيء هيمن على مدولي بالدولة وصار يتحكم في لقمة عيش الجزائريين وصار يتحكم في حريتهم وصار يتحكم في سلوكياتهم ومصيرهم وصار يتحكم في مستقبل وطنهم هذا الرجل الذي تخرج من المدرسة العليا للإدارة وأدى الخدمة العسكرية وكان يكتب في صحيفة الجمهورية على ما أعتقد باسم المستعار والتحق بالخارجية ثم اشتغل في سفرات جزائرية في عدة دول وذهب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ثم تولى مناصب عليا في وزارة الخارجية وبعد ذلك التحق برئاسة الجمهورية في عهد اليمين زروال الذي عينه نعم كان في رئاسة الجمهورية ولكن عينه رئيس ثم صار مدير الديوان ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس اليمين زروال وبعدها وزير أول ووزير أول عدة مرات رئيس حكومة وما إلى ذلك ووزير عدل وكثير من المناصب وفجأة أصبح له الحزب الحاكم الأرندي هذا الحزب الذي كان سيؤسسه بتشين وجماعة بتشين بعد تم تأسيسه كان في رئيسه بن بعيبش وبعد ذلك أخرج بن بعيبش وتحول هذا الحزب الذي ولد كما يقول الجزائريين ولد بشلاغمو وقاد أو يحيى أشهر عملية تزوير في البرلمان في عام 2007 عفوا 1997 وقاد أو يحيى أشهر عملية تزوير في تاريخ الجزائر السياسي وكان ذلك عام 1997 وفجأة هذا الحزب الذي ولد من العدم أصبح له الأغلبية البرلمانية وإلى هكذا وهكذا وهكذا هذا الوزير الأول وهذا رئيس الحكومة والوزير السابق احتقر الجزائريين كثيرا خاطبهم بعنجهية كان يتصرف بغرور ليس له مثيل والذي لا يعرفه الجزائريون أن الكثير من رجال المال والأعمال الذين استغلوا فرصة الأزمة وأصبحوا من أثرياء الأزمة وتحصلوا على المليارات من البنوك كانت بإعاز من أحمد أو يحيى أحمد أو يحيى الذي كان من يريد أن يلتقي به من رجال المعمال والأعمال خارج الأضواء يدفع المليارات عبر وسائط مختلفة كي يصل إلى أحمد أو يحيى هذا الرجل الذي امتلك الجزائر امتلك الجزائر عبر لبهات مختلفة وعبر شبكات لا تحسى ولا تعم هذا الرجل الذي صار يبسط له السجاد الأحمر كي يكون خليفة بتفلقة حتى في اللحظات الأخيرة أو في آخر أيام العهدى الرابعة كان على يقين أنه سيكون هو الرئيس القادم وحدثت تصفية حسابات معه ومع مدير العام السابق للشرطة الذي صار الآن يقبع بعائلته كلها في السجن وبذلك انتهت أسطورة أحمد أو يحيى